لكن أنا وأنت منعرف دكتور بولوس ومنسمعها بشكل مستمر هذه العبارة اللي هي أعتبرها عبارة لئيمة ومسيئة للكتاب كتابكم حرف فالسؤال من يجرؤ على تحريف كلمة الله ولمصلحة من وما هو الدافع وأسئلة كثيرة حول هذا المضوع يعني فإذا من يحرف الكتاب المقلق؟ مين؟ أنت كذلك حكيت العالد القديم وذكرت العالج مين اللي بدي يحرف؟ أقول الله حضرك ببساطة لو فكرنا مع بعض الكتاب هذا الكتاب موجود فيه جزء خاص باليهود وجزء خاص بالمسيحيين إذا افترضنا أنه فيه حد يحرف يأما اليهودي أما المسيحيين خلينا نفكر منطقيا منطقيا هل ممكن اليهود يحرفوا الكتاب المقدس؟ خلينا منطقيا نفكر إذا كان اليهود هيحرفوا كتاب المقدس على الأقل كانوا يشيلوا كل النبوات اللي بتوبخهم وبتحكي ضدهم وبتحكي ضدهم وبتقولوا أنهما ناس صلب الرقبة وأنهما خانوا الله وأنهما قصة مثلا بتاعة سفر خروج أنهما عبدوا العجل وقرروا يرجعوا ويخالفوا كلام الله سفر الأنبياء بيتوبخوا من الأنبياء على القبحات والرجاسات وعبادة الأوثان وتقديم الأطفال لذبائح أطفالهم لمولوكو مالكو موا وإلى آخره على قلالك نشالوا الحاجاتي يعني يخلوا شكلهم وحش يحرفوا الكتاب وبرضوا يفضل شكلهم وحش طب يشيلوا الآيات اللي بتحكي عن المسيح في العهد الجديد مثلا يشيل المسيحيين في إيدهم العهد القديم وبيقولوا أهو مكتوب في العهد القديم أن النبوات دي عن المسيح وأنتم مش قادرين تفهموها طب كانوا يشيلوا نبوات كانوا مش ممكن يسيبوا الكتاب ما فيش حد عاقل يحرف الكتاب ويسيب الأمور التي تدينه أمام الآخرين موجودة كما هي عشان كده مش ممكن يكون منطقي أنه اليهود حرفوا الكتاب اشتركوا في القناة